اهلا بكم طالب صندوق النقد الدولي الحكومة في العراق بتقليل اعتماد على النفط باعتباره مصدر رئيسا للدخل واجراء اصلاحات اقتصادية شاملة وقال الصندوق ان العراق بحاجة مستمرة ودائما لزيادة الصادرات غير النفطية والايرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات اسعار النفط العالمية كما طالب اي صندوق السلطات العراقية بتمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي ويعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة واصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء ورغم دعوات المنظمات المالية الدولية المتكررة الا ان حكومات العراق وعلى مدى عقدين فشلت في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوم ويؤكد محللون والمحلون ان عوائق كثيرة ابرزها غياب الارادة السياسية تعرقل وتعوق اجراء اصلاحات اقتصادية جدية وحقيقية ويقول الخبراء الاقتصاديون ان توصيات صندوق النقد الدولي انشائية وغير واقعية وان العراق لن يستطيع تنفيذها حتى في الاجر المتوسط من خمس الى سبع سنوات لان المؤسسات الصناعية والزراعية بعد العام 2003 اصبحت مشلولة وعاجزة عن مواكبة تطورات العصري ولا امكانية ليعالى تشغيلها كما ان الضرائب العامة تخضع للفساد والحكومة تخلت عن دورها كمنتج لسد حاجة السوق المحلية التقرير الجديد صندوق النقد الدولي عن الفشل الاقتصادي المزمن في العراق واعتماد اسعار النفط كمصدر وحيد للدخل الحكومي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا فشلت حكومات العراق على مدى عقدين في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوى رغم دعوات المنظمات المالية المتكررة ولماذا العراق بحاجة لزيارة صادراته غير النفطية والارادات الحكومية وتقليل تعرض اقتصاده لصدمات اسعار النفط كما يقول صندوق النقد الدولي وما تدعيات خضوع الضرائب العامة للفساد الحكومي على اطلاق مشروع اصلاح اقتصاد شامل وحقيقي وكيف يساهم غياب الارادة السياسية في منع اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة في العراق كما يقول الخبراء الاقتصاديون ضيفة طاولة رافع الفلاحي زياد الهاشم منذ سنوات والحكومة المتعاقبة في العراق ترفع شعار الاصلاح الاقتصادي وتتحدث عن خطط ومشاريع تعالج جذريا ازمات الاقتصاد المتعددة لكن على ارض الواقع لا تغير الا نحو الاسوأ بطالة مرتفعة وفقر يتسع ليشمل فئات مجتمعية اوسع ونظام مالي اربك الاسواق وفاقم التضخم صندوق النقد الدولي مجددا دعا الحكومة في العراق الى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل واجراء اصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي واعادة هيكلة المصارف المملكة للدولة واصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد وفي توصياته الجديدة طالب صندوق النقد الدولي كذلك بإلغاء التعينات الإلزامية في القطاع العام بصورة تدريجية والمواءمة بين وظائف القطاع العام والخاص ومعالجة الفجوة بين المناهج التعليمية والمهارات المطلوبة في القطاع الخاص وتعزيز مؤسسات سوق العمل خبراء اقتصاديون قالوا إن هذه الإصلاحات التي دعا لها البنك الدولي لا يمكن تحقيقها بسبب عوائق كثيرة أبرزها أن المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003 لم تعد قادرة على مواكبة تطورات العصر ولا توجد إمكانية لعادة تشغيلها وبالتالي لا بد من إعادة بنائها من القواعد مجددا أكثر ما يعيق تحقيق هذه الإصلاحات هو غياب الإرادة السياسية واستفادة الأحزاب النافذة من حالة الفساد والفوضوية الاقتصادية حتى تتمكن من مواصلة نهب ثروات البلاد وبناء إمبراطوريات مالية خاصة بها وكذلك إبقاء العراق تحت الهيمنة الاقتصادية الإيرانية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي تبحث في التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي عن الشلل والفشل الاقتصادي المزمن في العراق ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البعث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا عبر اسكايب من العاصمة البريطانية لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي أهلا وسهلا بيض ضيفين الكريمين أياكم الله ونبدأ مع ضيفنا من لندن أستاذ زياد الهاشم مساء الخير أستاذ زياد أهلا أستاذ ماجد تحية لك والأستاذ رافع والمشاهدين الكرام شكرا جزيلا التقرير الجديد صندوق النقد الدولي كرر دعوة سابقة للعراق لتقليل الاعتماد على أسعار النفط كدخل وحيد أو رئيسي حكومي في العراق ما مخاطر أن تعتمد دولة كالعراق مثلا على دخل وحيد من بيع سلعة وحيدة وهي النفط نعم تحية مجددا احنا إذا اليوم نقف على التقرير الجديد الذي أصدر فريق الصندوق النقد الدولي يجب كذلك أن نعود للتقارير السابقة والتقرير الذي صدر في الشهر كانون الأول من العام الماضي الحقيقة هذا التقرير وصف الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد هش ووقفه كذلك أشر على النقطة الخطيرة الهيكلية البنيوية في الاقتصاد العراقي هو مسألة الرعية العالية والاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو مسألة النفط الاقتصاد العراقي والعراق كول والدولة العراقية مرتبط مصيرها الاقتصادي والمالي والنقدي على سعر برميل النفط دوليا وهذه المسألة لا يتحكم بها العراق مثل ما هو معلوم يعني المسألة تتعرض لمسألة العضو الطلب ارتفع سعر البرميل الأمور جيدة وماشية داخل العراق انخفض سعر البرميل سيولد لنا عجز وتلك في دفع الرواتب واتجاه الدولة للاقتراض وغيرها وبالتالي الحقيقة لا يمكن خلق اقتصاد مستدام يمكن اطلاق عجلة التنمية والتطوير والصناعة في مثل هذه الأجواء التي تعتمد على مصدر واحد وبالتالي هذا التكرار الحقيقة الذي يقوم به الصندوق النقد والبنك الدولي والوكالات الاعتمان الدولية ليست صندوق الحقيقة جميع الوكالات الدولية والمؤسسات الدولية مجمعة على هذا الخطر وبالتالي يجب ان يكون هناك نقطة انطلاق بالنسبة للعراق في انتجاه تنوع مصادر الدخل دكتور رافع الحقيقة تحدث التقرير عن انه هناك دعوات متكررة من المنظمات المالية والدولية ربما جاء ايضا هاي نقلا عن الخبراء اقتصادين للعراق اللي يجراء اصلاح اقتصادي حقيقي وشامل لكن الحكومات جميعا من 2003 فشلت في هذه الخطوة في ايجاد اقتصاد او دعاء اقتصاد او ركاز اقتصاد متنوع وحيوي ومستدام هناك فشل مزمن لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم أستاذ زياد لهاشمي الحقيقة دعني اقول لك ان كل التقارير التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية من كل المنظمات ميوا فيها صندوق النقد الدولي البنق الدولي كل المنظمات اذا كنا نتكلم عن الاقتصاد حتى كل المنظمات الاقتصادية واضافة الى كل المنظمات الأخرى وكل الهيئات الأخرى التي تختص باقتصاصات أخرى أنا أعتقد أن كل هذه التقارير التي صدرت ليس غايتها أن تشخص الخلل وتدعو العراقيين لتغيير هذا الخلل وتفتح المجال ويهمه من الحكومة العراقية مهما كانت هذه الحكومة خلال العشرين سنة التعاقبت هذه الحكومات أن تغير هذا الخلل أن تصلحه هذا غير صحيح ثبت بما لا يقبل الشك أن كل هذه التقارير غاية هي ترقيع العملية السياسية وبقاء هذه العملية السياسية ومساعدة هذه الحكومة على البقاء على كراسي الحكم هذا واقع الحال الحقيقة لأنه عندما تقرأ تقرير صندوق النقد الدولي بشار إلى الأستاذ زياد والتقرير الذي صدره قبل عام من الآن عندما أيضاً اجتمعوا بالأردن وكان فريق نفس الموضوع عندما تقرأ وتضع التقريرين مع بعضهم وتقارن ستجد نفس الحديث الذي يتحدث به التقرير السابق والتقرير هذا نفس المشكلات نفس التشخيص نفس الوضعية والتقارير التي قبلها نفس التشخيص هناك اعتماد على النفط هناك صرفيات عالية جداً الصرفيات العامة التي تصرفها الحكومات هناك خلال كبير هناك تشوهات بالاقتصاد كل هذا هناك فطالة هناك مصائب ودعوات ما الذي حصل؟ لا يحصل شيء ولا تستطيع هذه التقارير أن تقدم شيئاً وحلولاً مجرد نصائح لهذه ولا أعتقد أن هذه الحكومات وعي في الصندوق أم في الطبقة أو الحكومة أو القيادة الطاقم الحكومي في العراق هو الذي لا يريد أن نفذ هكذا تصويات للإصلاح أنا أعتقد خلال نعم بالحكومات نعم هي لا تنفذ ولا تريد أن تنفذ وليس لديها برنامج التنفيذ وللنهوض بالعراق هذه منتهين من هذه لكن أعتقد أيضاً خلال في كل هذه المنظمات هذه المنظمات حتى تصدر تقاريرها ودز وفودها ودز ناس تدرس الاقتصاد العراقي وحيويته والتشوهات اللي موجودة بيه والرايح والتجاهاته وشقد النمو وشقد أقل من النمو هكذا يجب أن يكون وراها هذه شيء من الأشياء يجب أن يكون من وراها سياسة معينة تصرف معين لكن بالنتيجة أنت تجد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل هذه المؤسسات الاقتصادية تدعم هذه الحكومة لماذا؟ السياسة الاقتصادية غير موجودة ومشوهة لا وجود السياسة الاقتصادية في العراق حقيقة ما شكل السياسة الاقتصادية في العراق لا يوجد هناك أموال تصرف وبالتالي كل الحكومات تعرف أن العراق ذهب إلى مصيبة كبيرة باقتصاد واردات النفطية التي تأتي من النفط هذه لا تسد هذه الصرفيات العالية جدا جدا فبالتالي هناك عجز هذا العجز يسد من ديون داخلية وديون خارجية أنه أسعار النفط إذا انخفضت دول الستين دولار العراق سيذهب إلى كارثة كبرى هو صندوق النقد الدولي يقول إذا أقل من تسعين إذا أقل من تسعين ستقلقهم مشكلة وهذه مرجحة لأنه سلعة النفط الآن أنت أكو تخفيض في استيراد النفط العالم غير شكيل هناك اتجاهات للاعتماد عليه وهذه سلعة ممكن أن تنظب ممكن أن يتغير ممكن أي شيء يحصل عليها ومثل ما قاله أستاذ زياد لا يمكن لبلد أن يتحكم بسعر هذا النفط بسعر هذا البرميل فبالتالي يخلق كارثة أنت لديك 8 ملايين اسمحنا دكتور خليلها إذا سمحت على طيفنا زياد الهاشمي أستاذ زياد الصندوق حذر أو دعا العراق لتقليل الاعتماد على أسعار النفط أو على بيع النفط كمصدر رئيسي للدخل ليتجنب صدمات الأسعار النفط العالمية برأيك ما هي هذه التأثيرات تأثير صدمة أو تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي يعني مثل ما تفضل دكتور رافع نعم نحن اليوم نتكلم إذا نخفض السعر البرميل نعم ونحن نتكلم اليوم على بلد استهلاكي بامتياز العراق اليوم هو اقتصاد استهلاكي بمعنى أنه يبيع النفط يحصل على الدولار يستهلك أو يصرف هذا الدولار ليس هناك إنتاج ليس هناك تنوع اقتصادي ليس هناك الحقيقة اتجاهات الاستثمار كما تفعل الدول النفطية الأخرى الدول الخليجية الحقيقة ربما نتحدث لاحقا على بعض الأمثلة هذا الحقيقة يخليك يعني تكون ماشي في في اتجاه واحد في حالة حدوث هذا الاشكال خفاض اسعار النفط عجز في الموازنة ما تقدر تصرف الواتب تتجه باتجاه الاقتراض والتصنيفات الدولية ستصدر تقارير سلبية أكثر عن الاقتصاد العراقي ستصبح البيئة طاردة أكثر للاستثمارات وللعمل التنموي وغيرها وغيرها وبالتالي الحقيقة هذا وضع اقتصادي لا يعتبر إيجابي سلبي للغاية والتقارير هذه الحقيقة لها أهمية حسب رأينا لها أهمية دولية اليوم المستثمر الخارجي إذا يرغب أنه اليوم يتجي للسوق العراقي باعتبارها سوق واعدة وكذا وكذا يطلع على مثل هذه التقارير الحقيقة سيتردد ويعني سيسأل ألف سؤال قبل أن يضع دولارا واحد لاستثمار داخل العراق ولذلك مثل هذه التقارير ليست في صالح الحكومة العراقية ولا الاقتصاد العراقي لذلك مطالب الحكومة أن تقدم يعني خطوات وهي تحاول الحقيقة أن تظهر بعض الخطوات الشكلية الحقيقة ليست الخطوات الحقيقية والمطلوبة الحقيقة على ذكر الخطوات الحكومية زياد على ذكر الخطوات الحكومية التي تقدمها الخبراء الاقتصاديون أيضا يقولون أن توصيات صندوق النقد الدولي إنشائية وغير واقعية والعراق لن يستطيع تنفيذه حتى في الأجل المتوسط من خمسة إلى سبع سنوات هذه توصيات غير قابلة للتنفيذ صحيح يعني أنا أتفق مع هذا الكلام إحنا إذا نتكلم مثلا على الدول الخليجية اليوم دول دول رائعية أحست مبكرا الحقيقة من السبعينات والثمانيات أن مسألة الاعتماد عن نفط مسألة خطيرة تجت بخطة عشرية عشر سنوات وخمسة عشر سنة وعشرين سنة وعملت على التنوع الاقتصادي اليوم السعودية 35% تعتمد فقط اقتصاد على النفط صندوق سيادي بـ 800 مليارد دولار قطر كذلك هناك تنوع الحقيقة في الدول المحيطة التي هي اقتصادها يشابه الاقتصاد العراق الاعتماد على الطاقة واعتماد على النفط هناك العراق الحقيقة قصدية ونية أن يسير العراق بهذا الاتجاه وهو نموذج الحقيقة بداي وسهل بيع النفط حصل الدولار استهلك الدولار في منافذ الفساد وغيرها وغيرها فهذه مشكلة الحقيقة ستوصل الاقتصاد العراقي إلى نقطة ربما اللاعودة ونقطة الانهيار في مرحلة ما نعم دكتور رفع التقرير يتحدث أنه غياب الإرادة السياسية واحد من المعوقات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي والجدي الإرادة السياسية هي للحكم للطبقة السياسية الحاكمة هذه أو هذا النظام السياسي يحكم البلد والحقيقة يسيطر عليها على طريقة يعني المستحوذ بالكامل أليس من مصلحته أن يكون هناك إصلاح اقتصادي أستاذ ماجد الحقيقة هذا الكلام دقيق جدا نعم لأنه أنت عندما تذهب إلى الاقتصاد تذهب إلى المجتمع تذهب إلى التعليم إلى الخدمات الصحية الخدمات العامة إذا كانت متطورة هناك نظام سياسي وإطار سياسي يرعى هذا التطور ويحرص عليه والديه خطط والديه متابعة لهذا الموضوع وهو جزء من برنامجه وأولوياته عندما تجد هذه القطاعات كلها بهذا الشكل عندما تجد الاقتصاد العراقي بلا سياسة تفهم من هذا أن السياسة العامة لا تهتم وغير موجودة أساساً هناك فوضة في السياسة العامة لذلك تنعكس على الاقتصاد وتنعكس على المجتمع وتنعكس على التعليم والصحة والأمن وكل هذه القطاعات نحن الخلل الأساسي جذر كل هذا الموضوع هو الإطار السياسي هو الإرادة السياسية مثل ما حضرتك سألي إرادة سياسية غير موجودة لأنه لم يطلوب من هؤلاء أن يبنون ولا أنت بعد 21 سنة كل هذه الأموال التي حصلت من النفط واردات النفط هذه هائلة جداً جداً يعني الآن يجوز بلغت 2 تريليون دولار عينها ذهبت كيف يمكن لبلد بهذا الشكل الآن كل اللي يبي ويتفاخرون فيه عندنا مولاة وعندنا كم ما عرف شنو مطاعم مطاعم والآن يسوينا مجسرات ما عرف شنو توصيلات بين هذه المنطقة ومنطق يعتبروه هذا إنجاز كبير هذه كل كل مبالغ لا تساوي يعني أقل من 1% من كل اللي كسبوا من الأموال من جاءة ولدينا نحن فقر لدينا بطالة عالية جداً جداً عدد العاطلين على العمل الآن يعني تجاوزت العشر اثنى عشر مليون لدينا أمية لدينا فقر هائل طيب هذا البلد ورأي خدماته معدومة مستشفياته من أسوأ ما يمكن تعليم خارج كل قوائم التقييم أنت في بلد غريب عجيب وتتحدث لي عن مولاة وتتحدث لي عن مطاعم وتتحدث لي مجسرات كارثة كبيرة إذن أنت ليس لديك إرادة في البناء والذي لديه إرادة بالبناء لديه اقتصاد جيد ويسعى إلى بناء اقتصاد جيد ويعتمد لذلك عندما يعني ظهر هذا التقريب ظهرت الأخبار تابعة لوكالات للحكومة تقول أنه صندوق النقد الدولي يرحب بقدرة الحكومة العراقية على زيادة واردات الواردات غير النفطية نمو هائل بها هذه كذبة كبيرة عندما ترجع إلى أصل التقرير لا تجد هذا الكلام بالعكس يقول لك أن الواردات هذه يمكن تسعب المئة من خفضة أكثر وبالتالي أنت تسأل نفسك هي شنة الواردات غير النفطية في العراق ما العراق بلد مستورد ورئيس الوزراء يقول محمد الشيعة السوداني يقول أننا نستورد 70 مليار دولار سنويا ولا يصدر إلا نفط وما يصدر غير نفط ما عدنا شيء نصدره بلا زراعة بلد بلا زراعة حتى داخليا ما نقدر نوفر اكتفاء من أي سلعة صناعة أبدا ما عدنا صناعة منتهية فإحنا نستورد كل شيء نستورد من حبة الدواء إلى آخر شيء وهذا واقع الحال وهذا كل ندفع على مواطن وكل ما زادت الأسعار بره والتجار قد يضيفون عليها والتجارة والنقل كل هذا ينعكس على المواطن والتاوات والرشة وال ينعكس على المواطن وبالتالي المواطن يدفعها وبالتالي هذه الخزينة مال الأموال التي تأتينا كلها تذهب بدون ناتج بدون بحيث يعني هذا اللي أشار الأسلازي بدون استثمار يعني أنت لا تعود عليك هذه الأموال بأرباع هذه تطيها مرتبات أنت عندك 8 ملايين موظف وتتفعلهم رواتب هذه حوالي 70 مليار دولار سنويا ما أنا أذكر الرواتب أستاذ زياري تحدث التقرير أن واحد من أبرز المعوقات لتنفيذ توسيات صندوق النقد الدولي للعراق في الإصلاحات الاقتصادية هو هذا الاستهلاك الكبير ثلثي الموازنة العامة للرواتب رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى هذا الحد رواتب الموظفين والمتقاعدين له تأثير على الدورة الاقتصادية على الاقتصاد في العراق ويمنع يمنع فعلاً إصلاح اقتصادي حقيقي بالتأكيد أستاذ ماجد نتكلم إذا نتكلم اليوم على الموازنة الثلاثية التي أطلقوها في العام الماضي يعني من 199 تريليون دينار كم تذهب من عدها نسبة مثل ما تفضلت يعني وأكثر من 60 أو 65% و70% الحقيقة تذهب باتجاه المصارف التشغيلية التي هي بين قوسين مسألة الراتب للموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية هذه هي المشكلة اليوم لدينا نموذج الحقيقة بائس جداً نموذج اقتصادي بائس شعب أو مجتمع تم تخليقه يتجه باتجاه رغبة واحدة هي التعين الحكومي بسبب عدم موجود الحقيقة دعم للدولة للقطاعات الأخرى قطاع الخاص مصانع تنموية خدمات وغيرها وغيرها بحيث أنها ممكن تستقطب الأجال الجديدة واليد العامل الجديد وبالتالي الدولة هي المنظر وهذه قصدية أخرى أن الحكومة اليوم تضع يعني تضع هذه المسألة لجذب المجتمع الحقيقة نحو التعيينات والتكسب من المجتمع في مسألة يعني تحقيق أهداف سياسية دعم لهذه الحكومة في انتخابات قادمة أو لشخص رئيس الحكومة وغيرها من هذه الأطراف وبالتالي هذا مسألة خطيرة أن تستغل موارد الدولة وأن يتم توجيهها باتجاه سياسي لأهداف مستقبلية وليس باتجاه مسألة تنوع الاقتصاد أو استوع الاقتصاد دفع هذه الأجيال الجديدة الخريجين والذين لديهم طاقات وطموحات كبيرة الحقيقة باتجاه قطاعات جديدة تدعمها الدولة بتشريعات بتمويل جذب رؤوس أموال خارجية فتح مجالات الحقيقة لهذه المصانع وهذه القطاعات للأسف هذه كلها غير موجودة فقط في الإعلام وفي الإعلام الرسمي لا غير الحقيقة أشكرك نستعد من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار ثم نعود لإكمال النقاش بعد الفاصل من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في التقرير الجديد صندوق النقد الدولي عن الفشل الاقتصادي المزمن فيها العراق ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحة والأستاذ زياد الهاشم دكتور الحقيقة التقرير يطالب العراق بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي ووحيد للدخل واعتماد روافد أخرى للدخل ويتحدث يطوع الاقتصاديون الحقيقة المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003 حطمت بالكامل ولم تعد قادرة على حتى مواكبة الآن تطورات العصر والتطورات التقنية والتكنولوجية ولا يمكن تشغيلها والحقيقة كما قال الخبير الاقتصادي كلام الصندوق عن العراق وكلام إنشاء وغير واقعي من أين تأتي الروافد الأخرى للدخل إذا كان هذا الوضع الاقتصادي والزراعي في العراق من أين أستاذ ماجد عندما أشرت أنت الإرادة الإرادة السياسية إرادة سياسية لأن الإرادة السياسية في العراق مرهونة للخارج مرهونة أقليمياً ودولياً مرهونة لإيران وإمريكا حقيقة وبشكل واقعي عندما نتحدث عن الزراعة ونتحدث عن الصناعة العراق الآن سوق للصناعة والمنتجات الإيرانية هل تقبل إيران التي تملك الحكم وتتحكم به بهذه الطريقة المعروفة لكل العالم ومعروفة لأمريكا ومعروفة لكل الدنيا ومعروفة للعراقين هل تقبل بقيام صناعة وزراعة في العراق تكفي العراقيين هناك اكتفاء ذاتي ولا يستوردون البضاع الإيرانية والمنتجات الإيرانية التي تدر عليهم مليارات الدولارات السنوية وهي بضاع الحقيقة رديئة ومتخلفة بغض النظر أن تكون ما هي شكلها لكن هم فتحوا سوق يصرفون بمنتجاتهم وهم يتحكمون بالعراق وساحة يتحكم بها هل يقبلون؟ والإرادة محكومة إرادة أحزاب وقوى وعملية سياسية لإيران كيف يمكن؟ إذن الكلام جزء من عندما يقول إن شاء لأن يعرف أن الإرادة السياسية غير متوفرة وغير قادرين على هذا الموضوع القضية الأخرى اللي حضرتك أيضا قبل قليل كنت تحدث عنها الرواتب العالية عدد الموظفين الآن قبل فترة وزير التعليم العالي يقول أن عدد الذين سيدخلون الكليات عام 2003 يعني بعد خمس سنوات يعني خمس سنوات والسنة الساسة هم يدخلوني يصير مليون طالب أنت الآن لديك ربع هذا العدد ولديك سوق العمل سنويا يدخل من العراقيين بحد سبعمائة وخمسين وثمانمائة ألف عامل جديد يطلب العمل ولا وجود لفرص عمل هؤلاء كلهم في طوابير العاطلين عن العمل يضغطون بتظاهرات خلال السنوات الماضية يضرون بتضاغطات الحكومة حتى تؤمن نفسها وحتى تشتري أصوات هؤلاء تدفع بهم إلى الوظيفة وصلنا إلى عدد ثمان ملايين موظف الآن في السنوات القادمة السنة القادمة والسنة اللي بعدها أيضا سيأتون خريجي الكليات وخريجي المدارس وغير الخريجين واللي ما عندهم مهن كلهم أيضا وخل نفترض يبقى العدد ثمانمائة ألف سنويان يدخلون إلى سوق العمل أين سيذهبون بهم سيضغطون سيظهرون بالتظاهرات هل سيواجهونهم بالرصاص ليقتلونهم أم سيوظفونهم وإذا وظفوهم من أي جنس يدفعون لهم هذه المرتبات وهذه الموارد موجودة ومعروفة والفساد يحتاج فلوس وأسألك يقول خبرات الصاديون هذه أيضا مشكلة أنه أي تأخير في التعيينات الحكومية سيفجر الوضع السياسي في العراق وهذا واقع الحال فعلا هذا واقع وهم يعرفون هذا لذلك هم اختاروا هذا الطريق قبص الطريق عين هؤلاء نكسبهم لصالح ننطيهم رواتب ونفط نبيعه طيب وبعدي وإلى متى يعني النفط إذا انخفضت أسعارا من رح تطون إذا وقفت الناس وسرحتهم للناس سيتظاهرون ضدكم سيقومون بثورة واسقطوكم وإن لم توظفونهم سيسقطونكم ستواجههم بالرصاص والقتل والذبح مثل ما حدثت في ثورة التشرين هذا الوضع الشائك في العراق فبالتالي أعود مرة أخرى أقول لك الأساس والجذر في كل هذا هو الوضع السياسي الإرادة السياسية الإطار السياسي الحاكم لو كان هناك تفكير وهناك خطة وهناك برامج سياسية ورؤية سياسية لعراق مستقل متحرر كان الاقتصاد بشكل أو بآخر غير شكل غير اقتصاد كان ما قبله أن الصناعة بهذا الشكل على القل نوفر 40-50% من احتياجات الداخل من صناعتنا العراقية نوفر 50-60% من زراعتنا من تجارتنا ندعو الاستثمار نشجع هذا كل غير موجود الآن لذلك نحن في وضع حرج ومن سيسقط هذه الطغمة كلها التي تتحكم العراق هذا الاقتصاد هذا التقرير رغم أنني قلت أن هذه التقارير هي ترقيعية لبقاء هؤلاء على الكراسي لكنها في التالي شخصت قضايا ستسقط هذا النظام ستسقطه وهم ليس لديهم أي حلول لأن الحلول تتعلق بإرادة وطنية هل يستطيعون العودة إلى إرادة وطنية وقدرة على التفكير الوطني العراقي فقط من غير تدخلات خارجية مستحيل هذا إذن نحن ماضين بهذا الطريق المظلم وداخلين هذا النفق المظلم لإسقاطهم وهذا سيسقطهم هذا سواء يقبلون بهذا الكلام أو لا يقبلونه ويعتبرونه تهريجا يعتبرونه ما عرف لكن هذا واقع الحال واقع الحال أنهم يقودون نفسهم ويقودون نظامهم إلى السقوط لذلك العراق ماضي إلى أن تسقط هذه الطقم وتسقط عملية السياسية بهذه الطريقة دعاك من ميليشيات وشايل أسلاح وندافع النظام هذا كل كله ينتهي لأنه بالتالي عصب الحياة والاقتصاد لم تكن هناك إرادة سياسية تحكم اقتصاد جيد يرفع الناس ويوفر لهم مصدر للعيش ومصدر للرزق هذا سيؤدي إلى ثورة كبيرة وكل الثورات بالتاريخ بدأت بها كذا شيء أستاذ زياد حقيقة التقرير ركز على نقاط عديدة كمعوقات للإصلاح الاقتصادي وأشار بالذات إلى قضية الضرائب العامة وأنها الحقيقة ليست تحت سيطرة الدولة بل سيطرة الفاسدين وأنه هذه الحالة أن الضرائب ليست بها الدولة واحدة من معرقلات الإصلاح الاقتصادي ألي هذا الحد أيضاً الضرائب لها دور في عملية الإصلاح الاقتصادي نعم بالتأكيد أستاذ ماجد يعني من مصادر الدخل يعني الإرادات في الدول الأخرى نحن نتكلم على الدول يعني في أوروبا وفي غير الدول يعتبر الضريبة وكذلك القمارق واحدة من مصادر الدخل هناك نظام الحقيقة يعني قديم داخل العراق نظام له الحقيقة تاريخ وعمل وتشريعات واضحة لكن سوء استخدامه وتغول يعني السلطة السياسية للتكسب من باب الضرائب الحقيقة لدعم كيانات سياسية ويعني كيانات مسلحة وغيرها من الأطراف وبالتالي بدل ما تذهب هذه الموارد لدعم المالية العامة ولخزينة الدولة ولتحريك الاقتصاد تذهب لأطراف فاسدة تتقوى بها على الدولة هذه المفالقة الحقيقة تأخذ هذه الكيانات وهذه الجماعات العسكرية لتمويل نشاطاتها وتتقوى بها على الدولة وعلى الحكومة لدينا القمارق القمارق يعني من عام 2005-2006 ضغوطات من منظمة التجارة الدولية وغيرها من منظمات أن يجب أن يضبط العراق حرقة التجارة والبضاعة التي تدخلها حتى يتحكم مسألة التهريب واستحصال الأجور يعني رفضت الحكومات السابقة وتلكأت أو سوفت مسألة التطبيق اليوم من يعني تأخذ قرار بعد ضغط دولي على العراق في مسألة تطبيق الأنظمة الإلكترونية لضبط الحدود قامت الدنيا ولم تقعد داخلية من قبل تجار تابعين لأطراف سياسية وأطراف مسلحة وغيرها وغيرها لا يريدون أن يكون هناك نظاما المسألة يعني مطلوب أن تستمر بدون نظام لذلك تجد أن المعارقلات ربما الداخلية هي أكبر من المعارقلات هذه النقطة تعتقد أستاذ زياد أن ما يسمى بأتمتة النظام في المنافذ الحدودية في البصرة سيقبح جماح الفساد سيقلل هذا الإهدار أو النهب لمورد رئيسي للدولة ضرائب أو رسوم قمرقية وما إلى ذلك طبعا بالتأكيد أستاذ ماجد لا يتدخل بضاعة أو السلعة أو حاوية للعراق دون أن يتم يعني الحقيقة رصدها أو وضعها في هذا النظام ويكون الحقيقة يعني مشخصة أو يمكن متابعتها في داخل العراق وحتى في الشركات المنفذة خارج العراق وبالتالي لا يمكن الحقيقة التهرب بمسألة دفعة ضريبة القمرق تقييم البضاعة رصد هذه البضاعة كميتها ولذلك لا يجد تلاعب كل شيء الحقيقة مرصود هناك مشكلة في مسألة أن هناك بضاعة تأتي للعراق من دول معاقبة مثل إيران وتتجه باتجاهات أخرى باتجاه سورة وغيرها وبالتالي أصبح العراق الحقيقة هو أرض خصبة لتبادل التهريب وغسيل الأموال وغيرها وغيرها وذلك الحقيقة هذه من المسألة التي نجد أن العراق اليوم عن النظام العالمي وكيف تسير الدول التي تحترم نفسها ولديها نظام اقتصادي مستقر ومستدام نعم أيضا نكتور رافح الحقيقة الخبراء يتحدثون أن واحد من الكوارث التي حلت بالاقتصاد عندما تخلت الدولة عن دورها كمنتج لسد حاجة السوق المحلية أو جزء من السوق المحلية يعني كيف أثر هذا على الوضعية الاقتصادية بعد عام 2003 خاصة مع تحطم يعني المرافق الاقتصادية والزراعية والدولة ما عادت تنتج ولا علبة كبريت مستقر ماجد بالعودة إلى قراءة التاريخ عندما تقرأ التاريخ وتذهب إلى الامبراطوريات الكبيرة التي كانت موجودة في العالم كل الامبراطوريات الكبيرة حتى في تاريخنا الحديث يعني من قبل 100 سنة أو أقل كانت عندما تتوسع أكثر لكي تزيد مواردها صرفياتها يعني غير قابلة مواردها غير قابلة على أن تغطي كل صرفياتها فتتجه باتجاه احتلال مناطق أخرى لكي تتوسع وتأخذ واردات لكي تزيد تزيد الواردات التي عندها وتسد يعني صرفياتها هذا أدى إلى كل هذه الامبراطوريات أن تتوسع كثيرا وتتراهل وتسقط وبالنتيجة واحدة من الأسباب الرئيسية التي سقطت فيها كل الامبراطوريات هي توسعها أكثر من اللازم وعدم قدرتها على حكمها وكلما كان بعيد بعيد الأماكن كلما قلت قدرتها على متابعتها والسيطرة عليها وبالتالي سقطت وتأتي إلى المركز وتسقطه وهذا واحد من الأسباب الرئيسية في سقوط كل الامبراطوريات في العراق عندنا أرادوا أن يزيدوا الموارد هم لا يفكرون بالإنتاج وقلت لك إرادتهم مو بديهم الإرادة خارجية تحكمهم لكن هم يستطيعون يفكرون في زيادة الإنتاج إنتاج النفط فحتى تيجي موارد أكثر يزيدون الانتاج زيادة الإنتاج نزيد الانتاج اليوم ننتج مليونين برميل باشا ننتج ثلاث ملايين نوصل إلى أربع ملايين لكن هذه القضية لا يمكن أن يتحكموا بها لأن هناك أوبك هناك سوق نفطية هناك سوق تقبل هذا العدد من الإنتاج أو لا تقبله وتريد هذا الإنتاج أو لا تقبله فبالتالي حتى هذه هذه العملية لزيادة الموارد هذه ستفشل والآن بدأت بالفشل بعد كورونا هناك تضييق على القضية وهناك والأوبك خفضت وستخفض ودول كثيرة واتجهوا إلى إيجاد وسائل أخرى للطاقة كثير من الأمور هذا سيؤدي بالتالي إلى قلة الموارد قلة الموارد مع الصرفيات العالية ستؤدي إلى خراب ودمار كبير لا يمكن إذن هذا السقوط مثل سقوط الإمبراطوريات سيؤدي إلى هذا الموضوع لذلك كانت تحدثت عن الموضوع قلت أن الاقتصاد بالتالي دعك من العسكرة ودعك من المعرف منه المواجهات العسكرية تضربهم أمريكا الطائرات تغير سياستها تركنا من قل هذا هذا الموضوع لكن بالاقتصاد هذه الموارد التي هم يلعبون بها ويتصورون أن هذا المال سائب وممكن أن يبقيهم ألف سنة أخرى على الكراسي هذا ليس صحيح لأنه بالتالي هم الآن فتة الأمور من بين يديهم لا يمكن يعني الآن تقول لي شون يقدرون يعالجوه جيب لي أي حكومة من عندهم ما الذي يستطيعون يعالجوه هذا المثمن المال الموظفون يودوهم يسرحونهم ستحدث ثورة ضدهم الأعداد القادمة سيوظفونهم ستحدث ثورة ضدهم وبالتالي هكذا الموارد وتقليل النفوط تقليل يعني يعني تصدير النفوط سيحكمهم سعر النفوط أيضا سيحكمهم وبالتالي مواردهم هذه أنت لا تستطيع أن تبني صناعة الآن الصناعة بناء تراكمي والزراعة بناء تراكمي مو بيوم وليلة أنت خربتك كل هذه السنوات لكن لا تستطيع أن تبني بيوم وليلة ما عندك عصص حرية هذه يحتاج لها سنوات متتابعة وخطوات متتابعة وتراكمية وحتى تنتج أشياء تستطيع أن تنافس بيها وتعيد لك وتأتيك بموارد وتسد حاجة السوق وبأسعار مناسبة تقبلها السوق هذه كلها إرادة لسياسات أخرى لذلك قلت إرادة وطنية فكر وطني تصميم وطني هذا غير متوفر ولن يتوفر أبدا فبالتالي الوضع ماشي بهذا النفق المظلم جدا جدا والنساء لزياد الحقيقة معظم الخبراء الاقتصاديين في العراق يتحدث أنه عن أي انخفاض لأسعار النفط في العالم أقل من 60 دولار العراق سيتجه نحو كارثة كبرى ما هي ملامح هذه الكارثة طبعا يتحدث عن كارثة اقتصادية طبعا دعك من الجوانب الأخرى سياسية وغيرها اقتصاديا أي كارثة هذه اليوم حسب الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان العام الماضي هناك يعني عجز تقديري اللي هو 64 مليار دولار أمريكي في حالة في حالة أن سعر البرميل هو 70 دولار يعني تم تسعر البرميل النفط التخطيطي في الموازنة على الحد الأدنى الحقيقة الذي يمكن اليوم الأسعار العالمية تراوح حول هذا السعر اليوم ليست تدينا أسعار 100 و120 حتى نقول أنه 70 هو السعر الموات اليوم الأسعار الحقيقة 80 79 81 ممكن في أي لحظة الحقيقة ينخفض إلى ما دون السبعين هذا الحقيقة في حالة انخفاضة ما دون السبعين سيرفع العجز من 64 مليار دولار إلى ربما تتجاوز العجز 80 مليار دولار وهذا مبلغ غائل الحقيقة اليوم نحن في ظل هذا الوضع ليست المشكلة هي أسعار النفط فقط ولا مثل ما ذكر الدكتور رافع القيود الأوبك بلاس التي تقيد الحقيقة صادرات العراق لدينا الفدرالي وعنق الزجاج الذي وضع الفدرالي من خلال المنصة وعقبات المنصة ورفض الحوالات الخارجية اليوم العراق لديه مبيعات نفط ولديه دولار لكن ليست لديه الحرية الكاملة للتصرب بهذا الدولار دوليا يستلب الدولار لكن لا يستطيع أن يحول إلا بعد أمضاء أو توقيع من الموظفي الفدرالي والخزانة الأمريكية هذه عقبة أخرى الحقيقة قيدت حصول البنك المركز العراقي على الدينار الكافي لتخطية الرواتب بدأنا نسمع هذه الأيام نواب البرنامان العراقي من اللجنة المالية أنه منتظروا خلال الأسابيع القادمة الحكومة وزارة المالية ستعجز في دفع الرواتب وهذا مسألة حقيقية لأنه في أي لحظة الفدرالي يضع ضابط مشددة إضافية يمنع وصول الدينار العراقي للبنك المركزي البنك المركز لا يستطيع يعد دولار يستلم وبالتالي لا يحصل عند الدينار الكافي حتى يدفع الوزارة المالية حتى تدفع رواتب وبالتالي حول دلنا عجز فعجز وراء عجز تراكم وبالتالي اليوم الحكومة العراقية على المحك سعر برميل النفط قيود الفدرالي ضغوط الأوبك بلاس وهذه الحقيقة هذا هو النموذج الذي يعمل على الاقتصاد العراقي نموذج غير مستدام خطير جدا يؤدي في أي لحظة الحقيقة إلى انفجار الوضع اقتصادي لذلك الكلام هو ليس كلام مشاي مبني على مخاطر حددناها يعني نتكلم بها اليوم ويتكلم بها المنظمات الدولية أشكرك دكتور إذا هذا الوضع الاقتصادي المشلول المعوق الكسيح في المرحلة القادمة خاصة إذا من خفضت أسعار النفط أقل من 60 دولار للبرميل واحد أين نحن سائرون البلد وين متجه الى استقوط الحقيقة الى فوضى كبيرة وعارمة الحقيقة لأنه 20 سنة أكثر من 20 سنة المركب في بحر هائج ومركب بدون قفطان الحقيقة ما عنده اتجاه بوصل ماكو بوصل وين يريد يوصل لأي ميناء يريد يوصل ماكو يعني خلي قلونا هو العراق وين رايح يعني وين سياسة العامة شنية سياسة الاقتصادية شنية سياسة الاجتماعية شنية وين رايح هناك فوضى في كل الاتجاهات فبالتالي هذه الفوضى دعاكم يعتقدون هكذا هذا الفكر السياسي يعتقد انه الان كل الالسنة الخارجية كل المعارضة انتهت ولأمم المتحدة تعترف بهذا النظام وأمريكا تعترف وأوروبا ومدر الاتحاد الاوروبي يكتب تقرير عنه جيد والحديث عن ديمقراطية ومعرفين وهذا الكلام كل امم يعتقدون هذا يثبتهم على الكراسي لا بالتالي انت لديك مهمة اساسية في ان يبقى هذا البلد قائم كيف سيبقى هذا البلد قائم اذا كان اقتصاده بهذا السوق واصل الى مرحلة من يقدر يقول لنا الان اشقد ديون العراق ما حد يعلنها الان امريكا تعرف كم هي ديون العراق لكن لا تعلمها البنك الدولي يعرف صندوق النقد الداخلية والخارجية وبالذات الخارجية لكن لا يقولون كم هذا المبلغ ربما يعني مليارات غريبة عجيبة هذا كل لانه هذا العجز خلال هذه السنوات كلها انت تدفع رواتب وتشغيلية وما عندك استثمار ما عندك عائدات ما يكو عائدات غير النفط رواتب موارد تأتي واموال تأتي تصرف بالفساد وبالرواتب والتالي وانت لم تخدم حتى الان هاتي البناء اللي موجود الآن غالبيته وهو بناء مجمعات سكنية هي لتبيض الأموال الآن اكتو ضغوطات عليهم امريكية ومعرف منه واخراج الدولار بدأوا يتجهون بهذا الاتجاه إلى محاولة لتبيض الأموال لغرض يعني يدخلوها بدورة حتى يقدرون يطلعوها مرة أخرى وهذه كارثة كبيرة بالتالي نحن أمام اقتصاد متهري جدا وليعني ليس به تشوهات يعني البعض يتحدث عن اقتصاد لأي دولة بيه تشوهات معينة وممكن اصلاحها ممكن كذا وممكن ترقيحها هذا ليس به تشوهات هذا يبه كسورات به به دمار الحقيقة لأن انت ماشي هل يمكن اصلاحها لا يمكن اصلاحها يعني فعلا الآن من يقولون أنه الآن وصلنا إلى طريق مزدود وصلنا إلى طريق مزدود لأن كيف تصلح هذا تصلحه يجب أن تغير النظام النظام السياسي كيف تغير هذا النظام السياسي هم يعتبرونه شيئا كبيرا وعظيما هذا الذي حدث وهذا بخلال العشرين سنة الآن يفاخرون الدنيا به ويعتبرون أن العالم كل ما اعترف به إذن هم باقين بهذا النظام والاقتصاد يهوي بطريقة غريبة عجيبة وهذا هذا السقوط سيؤدي إلى سقوط العراق وسقوط النظام كله وسينقلب عليهم وستسقط كل العملية السياسية هم يقولون هكذا وموعدنا قريب سيرون هذا واقع الحال يقول هكذا هناك تدفقات استثمارية تأتي للعراق مدن ما مدن تبنى بشركات مستثمرين أجانب هذه واحدة من الألعاب الغريبة العجيبة أنت تأتي يبنو لك مدينة سكنية لأجل حل المشكلة السكنية كيف تحل المشكلة السكنية وانت 65% من العراق لا يمكن يكون بيوت وتبتي لبناء ظلل وشقق أسعارها أربعمائة ألف دولار ومعرف أسعار خيالية لا يمتلكها أحد وتقول له روح أخذ سلف من البنك والبنك يمطيك سلف بفوائد ما عرف شك وكارثة كبيرة وبالتالي هاي الأموال التي التي تستثمر في هذه الشغلة مثل ما قلت هي لتبيض أموال معينة للفساد ليس أكثر وقضية مظهرية لا تعني شيئا وبالتالي ما تضيف منتج للدخل القومي ما تضيف شيء للدخل الوطني أبدا بالعكس هذه جزء من العمليات التشغيلية ستذهب الأموال وتنتهي القضية وبالتالي العراقين كل شيء من يحصل الفقر ستزداد البطالة ستزداد الأمراض ستزداد الأممية ستزداد وبالتالي الثورة على الأبواب قائمة ما لها علاقة ما لها علاقة بطائفيتك بمعرف منه بإسناد إيران بإسناد أمريكا لا بالتالي الشعب يبحث عن حياته يبحث عن لقمة عيشه هذه لن يستطيعوا أن يوفروا لها إذا كانوا الآن موفرينها بالوظائف هذه الوظائف ستطالب أكثر هل سيستطيعون ادخال ثمان ملايين آخر للوظائف هذه كارثة كبيرة ومين يجبوا لهم هذه الأموال وأسعار النفوط والمصيبة مصيبة كبيرة شكرا جزيلا في اختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى فيها إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وكان معنا عبر سكايب من لندن الخبير الاقتصادي لأستاذ زياد الهاشمي أشكركم وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر